تحياتي لكم أصعد الله الصباح مرحبا وسهلا بكم وتحياتي لكم في اليوم الثاني من يناير الفين واربعة وعشرين إذن من فضلكم لا تنسوا التكبيس ولا تنسوا مشاركة الرابط ولا تنسوا كذلك للايك فالبث ثلاثي بين الانستغرام وبين التك توك وبين الصفحة الفيسبوكية سنزور مرة أخرى أرض موريتانيا الطاهرة أرض شنجيت لنتحدث عن الأطماع التوسعية للاحتلال المغربي إذن لا تنسوا من فضلكم شاركة الروابط تحياتي لكم هو أصعد الله الصباح إن شاء الله تعدوا أن أنتم جيدا واستيقظتم جيدا حافظ نجيب تحياتي كبسوا تكبيس ضعيف هذا ملف مهم جدا الملف الموريتاني الصحراوي المغربي ملف مهم جدا في هذه الظرفية بالضبط الظرفية التي تشهد فيها أرض الصحراء الغربية مجموعة من التطورات ويحاول نظام المخزن كذلك إقحام موريتانيا في الموضوع من خلال استهداف المدنيين الموريتانيين المناقبين العزل اللي لا يحملون سلاحا ولكنه يستهدفهم بطائرات يعني من أحدث الطائرات في العالم من أحدث الأسلحة المستعملة في العالم وهذا عنده هدف رئيسي بالأساس هو خلق فتنة بين الشعب الصحراوي والشعب الموريتاني ومحاولة إثارة النعارات بين الشعبين بما يخدم مصالحه التوسعية فقط إذن نبدأ على بركة الله أنا كنت حقيقة كنت بغي نبدأ هذا الليف أو ننطلق هذا الليف من خلال مقال لهيس بريس نشيره في 2008 نعم 2008 يعني تقريبا نحن على بعد على بعد حوالي 16 سنة أو 17 سنة من هذا المقال ولكنه يحمي المجموعة من المعطيات والعنوان هو مستفز حقيقة هو مستفز ليس فقط لكل إنسان صحراوي ولا موريتاني ولكنه مستفز للحقيقة والحقيقة التي يكرههها الشعب الكلخي والشعب المغربي في المغرب العنوان هو لماذا اقتسم المغرب إقليم الصحراء مع موريتانيا هو هذا العنوان يعني ما بدون تزيف وهذا العنوان ممكن شاهدوه يعني لماذا اقتسم المغرب الصحراء مع موريتانيا من بعد إلا بغيت الرابط ننشره لكم في الصفحة وهو بقلم الأستاذ عبد الرحمن المكاوي وهو أستاذ جامعي مغربي ويظهر في القنوات الدولية دفاعا عن مغربية الصحراء السؤال هنا السؤال فقط من خلال العنوان قبل أن نغوص في التفاصيل لكن هو السؤال على مستوى العنوان لماذا اقتسم المغرب إقليم الصحراء مع موريتانيا هنا إقرار ثابت وصريح وواضح صامد اثنان وغيرك إقرار واضح على أن الحسن الثاني قبيل بقسمة أرض الصحراء الغربية مع موريتانيا فرضا لو أن هذه الأرض مغربية قلناها مليار مرة ما قلناها فقط مليون مرة قلناها مليار مرة فرضا لو أن هذه الأرض مغربية لماذا اقتسمها مع دولة أخرى لماذا اقتسمها مع دولة أخرى لماذا ادعى على أنه حررها واقتسمها مع دولة أخرى أرى عندكم شفا هناك ما هو راكب أصلا راه هناك حقيقة واضحة إلا إذا أراد الإنسان يكذب على نفسه هناك شمس ساطعة وشمس أشعة تدخل عليه وهو يقول لك لا لا توجد شمس في كبيد السماء راه الأمور واضحة جدا لا كانت أرض مغربية على هيكسمها الحسن الثاني أو يقبل بقسمتها مع دولة أخرى جاوب المجتهد جاوب 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 أعطينا الجواب أصامد أعطينا راه دولة هذه راه أرض راه دولتين هذا راه أرض هذه هذه راه ليست القصعة من كسكس هذه ليست باقيتا هذه ليست لتر من الحليب تكسمونها مع دولة بين دولتين هذه أرض وأرض تدعون على أنها أرضكم إذن لماذا اقتسمتموها مع دولة أخرى أنا متأكد أنه ما عندكم الجواب أجوبتكم كذب في كذب كيف أطروحتكم كذلك بأن الصحراء مغربية كذبة كبيرة جدا تنميت وتنعشوها تنعشوها 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 وثبت مع الوقت على أن لا قيمة تاريخية لها كل ما تتوفرون عليه من معطياته أدلة تجيبوهم لا قيمة لهم في العالم إلى غصتكم في المقال لا يتنصدموا لأن هذا العنوان هو يصدم في الحقيقة ومن بعدها ليتجي التفاصيل كالك حقائق يجيب ينبغي معرفته من طرف الرأي العام إذا نتكلم معكم أنتم هو عارف عنها كذبة ويدافع عنها إلى النهاية بش يقول لكم على أنها حقيقة وهي رأي كذبة قالكم كثير ما تكرر في وسائل الإعلام الجزائرية تساؤلات حوله يعني لا إلا طرحت السؤال وجه أنت خدام مع الجزائر منطق البؤساء منطق المخزنية هذا المنطق المخزنية إلا طرحت سؤال وجه وهل هذا سؤال وجه نعم تديه الفرنسيين يقول لك نعم تديه الإسبانيين يقول لك نعم تديه الأمريكيين يقول لك نعم تديه الأفاريقي يقول لك نعم تديه الأسيويين يقول لك نعم تديه العربي إذا كانوا فعلا أصحاب مواقف يقول لك نعم هذا سؤال وجه هو سؤال وجه تسيبوه للجزائر باش نكسوا من قيمته راه راه قيمته فيه كان من كان من طرحه يطرح يحتج جل أحمر لكن السؤال في مكانه وفي موضعه لماذا اقتسمتم الصحراء الغربية مع موريتانيا قال لك إن المغرب مثله مثل شجرة فروعها في أوروبا يا سلام يا سلام يا سلام هذا المغرب وحده اللي عنده فروع في أوروبا الجزائر ما عندها فروع في أوروبا موريتانيا ما عندها فروع في أوروبا تونس ما عندها فروع في أوروبا اللي عنده فروع في أوروبا هو المغرب وحده وحده في العالم كم يعني مركز الكرة الأرضية يعني إلا بغينا نشوفوا هذا المنطق اللي تكلموا بها ولا غضاء منطق يعني وسط الكرة الأرضية هذا ولم يحوار خاصة الناس تم تحج في المغرب يقلبوها حج بنوا لكم شي بيت حرام استغفالله العظيم الكريم وتموا يقولوا الناس يتموا يحجوا عندكم والسلام عليكم ويدفنوا عزكم الله دفنوا شي كلب فهم فاذا كالضاريح وبنوا عليه بيت وصاي يقولوا الناس تم يحجوا عندكم في المغرب بس كنتم المغرب هو كل شي اليوم في العالم سمعنا هذا الشي اللي نكتب ولي نقرأ ولي نقال نعتقد على أن المغرب هو مركز العالم وحده ما كان شي مركز آخر في العالم إن المغرب مثله مثل شجرة فروعها في أوروبا وجذورها في إفريقيا يا سلام يا سلام كم هو جميل هذا فموريتانيا التي كانت تسمى كانت تمسكين ماتلة موريتانيا ماتلة تسمى بلاد شنغيط محاها العياشي محاها جاب القومة وقوم بلاد شنغيط محاها وربدها المغرب يا سلام يا سلام يا سلام أو من أعطاك أنت الحق تقومي أنت بلاد الناس من أعطاك الحق تتدخل في أسماء الناس كيف أنت تحاول تقومي بلاد شنغيط موريتانيا مزالت بلاد شنغيط مزال مصطلح مستعمل إلى يوم من هذا بلاد شنغيط كيف بلاد الحجاز سعودية قالها بلاد الحجاز إذن كيف أنت قادر على أنك تجاهر بوقاحتك تجاهر بجهلك جهلك أنت الآن عابر للقارات وتكتبه هكذا للعالم بشجره قالك على أنه التي كانت تسمى ببلاد شنغيط كانت امتدادا تاريخيا وبشريا وثقافيا ودينيا للمغرب وفتح قوسين المرابطون يا سلام إذن المرابطون حتى هما يمكن من الأسرة العلوية هذا الشيء اللي بغيتوا تقولون المرابطون جايين من المغرب يا سلام قولون المرابطون عدوا جايين من المغرب والله ما نعارفين المرابطون من من جايين يا وطني الحر يود معنا حد هون من موريتانيا من من جايين المرابطون من فاس من مكناس من طانجة من زحيليقة من منين من خنافرة من منين من الخميسات من تيففلت من هارهورة من تمارة من العريش من أصيلة من منين جايين هذو المرابطون قال لكم الأستاذ الباحث الدكتور ما شاء الله لا 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 اللي هو خاطب العياشة والكل خيين قال لكم موريتانيا وكانت تسمى بلاد شنغير وكانت امتدادا اش شوفوا الامتدادات قال لك كانت امتدادا تاريخيا شن هو هذا التاريخ الله أعلم قولوا التاريخ بطا امتدادا تاريخيا نعم امتدادا تاريخيا نعم معكم اما امتدادا تاريخيا لا اعتقد موريتانيا امتداد تاريخي اش للمغرب يا سلام بشريا معناه على أنه اليوم الموريتاني مغربي يا سبحان الله الموريتاني مغربي مرحبا سيد محمد بخير حسب المقال الموريتاني المواطن الموريتاني بس قال لك ولي امتداد الامتداد التاريخي يعني طاريخيا بالنسبة لهذا الدكتور الباحث موريتانية مغربية بالمرابطون ليست بي شيء آخر بالمرابطون اسمع السيد محمد بالمرابطون فهي المغرب موريتانية مغربية الامتداد البشري معناه على أنه الموريتاني في نظر العياش مغريبي ثقافيا معناه على أنه الثقافة الحسانية مغريبي مغربية ثقافة البيضان مغربية يعني شرب الشاي الصحراوي واللهجة الحسانية وطريقة الليباس وطريقة العيش والخيمة والراحلة وكذا مغربية باش مغربية الله أعلم الله أعلم باش مغربية الله أعلم المهم أنها مغربية فقط في نظر الدكتور مغربية كذلك دينيا البلاد اللي فيها المحاضر القرآنية وفيها العلماء وفيها الناس اللي يعني براعتهم في النحو وفي اللغة ما تلقاها في بلد واحد في العالم العربي نتحداكم موريتانيا تجدوا مثيلة لها في علوم القرآن وفي البلاغة نتحداكم نتحداكم وفي الشعر نتحداكم تبحثوا في العالم العربي كامل تمشوا لسوريا تمشوا لعراق تمشوا لليمن تمشوا لأي مكان في العالم العربي والإسلامي ما تلقاوا كيف موريتانيا في حفظ القرآن لأنه رب أولادهم من الصغر في المحضرة من الصغر يتعلم القرآن يحفظ 60 حزب على 6 عيمان على 7 عيمان على 10 عيمان فاضلا عن النحو فاضلا عن عن الصرف فاضلا عن الشعر فاضلا عن الزاد المهم في اللغة العربية قارنوا بكل تجرد قارنوا الشعب الموريتاني لغويا مع الشعب المغربي قارنوا مدام هذا الشعب الموريتاني هو مغربي والمغربي رهو موريتاني قارنوا أنه يكان هناك نفس الحمولة الثقافية ونفس الحمولة اللغوية ونفس الحمولة المعرفية بين الطرفين لا 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 توجد بل الإنسان الموريتاني لا يفهم لهجة المغربي والمغربي لا يفهم لهجة الموريتاني يقولوا أنه أمتى سبحان الله بات هذا الموريتاني موريتاني و بات الموريتاني مغربي فأصبح مع الصبح موريتاني يقولوا أنه رحنا رحنا قريب نشوف قريب نفقد العقل ونحن نشاهد هذه خرفاتكم أنتم الشعب الهبيل بباحثيه بتكاتيرته بكل شيء كل شيء هبيل حتى زعيم سياسي هبيل كيف كيف واحد يدرس في الجامعة كيف كيف واحد جاهل حرق تماما نفس العقلية نفس المدرسة نفس الأفكار نفس التصورات نفس الخرافات ولا يتشابهون لا ثقافيا ولا تاريخيا ولا دينيا ولا دا 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 ورغم ذلك يجيك واحد يقول لك أنه كذا انتوقف عنده هذا اسمه هو بس طويل ولكن بغيت نسمعكم بعض الفيديوهات التي يعني تتحدث عن نخبر نخبر طبعا هذا اللي يتكلم هذا اللي يتكلم نقال له حميد شاباط كان كان رئيس وزعيم ما يسمى بحزب الاستقلال في المغرب ما يسمى بحزب الاستقلال هو دكان سياسي من الدكاكين السياسية اللي يفاتح النظام السياسي في المغرب باش يتعاونوا على قيادة القاطعة هذا حميد شاباط برئسته لهذا الحزب فقط من الأوقات حزب هو ليس حزبا لأنه المغرب أصلا ما عنده الاستقلال المغرب أصلا ما عنده الاستقلال استقلال ما هو خالق المغرب أصلا المغرب واحده هو اللي سبحان الله استثناء في هذا العالم لا استقلال استقلال لا تاريخ تاريخ لا جغرافية جغرافية حتى جغرافيته معوجة ما هو عارف حتى جغرافيته يقول لك يقول لك من أين تمتد تمتد جغرافية المغرب من طنجة إلى القويرة جامعي طنجة عرفناها طنجة ممكن يدخلوها لمغاربة طنجة ساكنين فيها لمغاربة طنجة تقام فيها الأنشطة طنجة تشوفها في التليفيزيون طنجة يمروا منها الناس يزلوا جريها في المطارات والله في الموانئ والقويرة القويرة القويرة أخبار هذه القويرة شنو شنو قصة هذه القويرة كنت بم طنجة القويرة وحكونا طنجة عرفناش قصتها اعطونا قصة القويرة فيها هل يدخلوها المالك لا يدخلوها الجيش لا يدخلها البوليسي لا يدخلها العيش لا يدخلها المهو عيش لا يدخلها أي مغربي لا ولماذا ولأنها لأنها ماذا لأنها ماذا شبهها شو وقع لها هذه القويرة قلنا شبهها شبهها هذه القويرة هي مغربية حتى هي مغربية مع طنجة هي وتحدد لكم نقطة انطلاق المغرب ونهاية المغرب ومالها هي سبحان الله ما يدخلها حد من المغربة ما يسكن فيها حد من المغربة ما عند المغرب عليها السلطة ما زارها الحسن الثاني ما زارها محمد السادس ما يزورها الحسن الثالث ما يزورها حد من المسؤولين من المغرب ما يزورها الجيش ما يدخلها الجيش إذن كيف هي مغربية باش مغربية باش مغربية باش هي جزء من المغرب اعطينا ها هي مغربية يغار قولنا باش باش مغربية اوكي مثلا فرنسا فرنسا لي تكذب عليه شعبات تقول لهم ان فرنسا تمتد من اليل الى نيس في الجنة ما يدخلها ولا فرنسي اسبانيا لي تقول لهم ان اسبانيا تمتد من كذا الى النقطة كذا وذيك النقطة كذا ما يدخلها اسبانيا راحنا نتكلم معكم بالخشيبات بواحد زيد واحد رغما انفك بس رغما انفي جيبين الحجة ورغم ان احنا انفينا واذننا وعيننا ورأسينا يغير جيبين الحجة باش وره الاكيفكم انتم اتركوا في واحد الانسان يتكلم مع واحد هبيل هبيل واحد بعقله واحد يتكلم مع واحد هبيل المخاطب هبيل وهذاك الهبيل باغينا احنا نقفضوا كلامه على محمد الجد وره كلامكم ما عنده ما عنده قيمة راكي ارانكم بابال بما فيكم ملككم هبيل لم يقولكم من طنجة الى القويرة في الخطاب وانتم ما كنتوا تدخلوا القويرة وما يقدر يدخلها هو 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 الملك اللي عنده اللي يعطي تعليمات يعطي لا تليفون يقولهم انا الان بغير يمشي القويرة والله بعد اسبوع بغير يمشي القويرة يوجد له الجيش يوجد له الدرك يوجد له المخابرات يوجد له الترانسبور يوجد له الخيام يوجد له كل شي ويمشي القويرة ولكنه لا يستطيع ان يذهب القويرة على لماذا 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 قولي لماذا لأنها لقويرة ليست مغربية مغربية بس مغربية إذن أنتم واحد البلد ما عنده جغرافيا ما عنده تاريخ ما عنده حتى حاز حتى حاز ولا شيء ولا شيء رشيد لا شيء لا شيء ما عندكم حتى حاز لا تراث لا ثقافة لا علم لا تكنولوجيا لا صناعة لا أمن غذائي لا سياحة لا مطارات لا طرقان لا أي شيء ما عندكم ولا شيء ما عندكم هذا مرتزقة 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 مرتز سورين في هذا الثلاثي. ايش واحدة ويصال قلت لك. الله يعطيك كذا يولد الفاعلة. ناشي. هناختي لا نشفق عليك. لا نشفق عليك. ننظر اليك بالشافقة. انظروا اليكم بالشافقة. تبقاوا فيها. بس كون نقول واش انتوما واش توا عايشين في الفين واربعة واشترين. ولا عايشين في خمسين للهجرة. والله منين عايشين انتوما. انا ما عارض اتنين عايشين انتوما. انا رانا في العائلة في الفين واربعة واشترين. انا مشين انا مشين توا ما ع Radren تهم انتو ما منين. اتما واش مزلتوا هنا نزروكم قليونا باش تمشوا معنا بال الفين واربعة واشترين. ولا نخلوكو في العاصر اللي هجري والله الحاجري والله باري يعني بس كنتوما راكم مزلتو في هذا كل اسمه. الحسن دادس هزا هو كلام وكل نهار يجب انا الكلمة ساق طهو هى احد النا فasi في نهار هذا الاحسن دادس. برافو ظا علية كنا انك اتمثل دادس احترية أحسن تمثيل يكتب هذه الكلمة الساقطة هو هذا الشيء المتربع لها ولدي هل شفتوا الناقش معاكم التاريخ وكلام الساقط باش يشكوا عنه كلام الساقط لا يوقف الحقيقة ولا يرد لكم القويرة مغربية ولا يرد لكم القويرة مغربية وما هو لا يشافيكم من الززائر والمرتزقة وموريطانيا موريطانيا لانا وصحراء مغريبية والززائر وقالتي الززائر وفعلتي الززائر والززائر ما عندها الحليب والززائر ما عندها الدقيق والززائر اللي تقوم فيها ما نعرفهاش والززائر قالت والززائر فعلت وانتم شكنتم الهبال المستشفى الأمراض العقلية المجانين الملايين من المجانين وسمعوش كي يقول هذا حميد شباط اللي هو المنسبة قلت لكم يرأس حزب كان يرأس حزب الاستقلال واش انتم ما عندكم الاستقلال لا ما عندكم الاستقلال بس كما كان عندكم الاستعمار الاستعمار يجي البلدان اللي فيها الشجعان الاستعمار من يدخل الدولة يدخل دولة فيها الشجعان الحماية الفرنسية تدخل المكان فيه الجوبه شن فرق بين الحماية والاستعمار نعلموك العيس نعلموك ما مشكلة ندرسوك في سبيل الله في سبيل الله الاستعمار الاستعمار يجيب السلاح ويفرض نفسه ويدخل لانه جايب قوة جايب قوة اكثر من القوة اللي عند الناس اللي جايباش يستعمرهم كيف حدث في الصحراء الغربية جاوه البريطانيين جاوه البرتغاليين جاوه الاسبان دخلوا كاملين للصحراء الغربية دخلوا بالقوة ما دخلوا من جاوه ما تصل بهم حد قالهم ألو فرنسا فرنسا وفرنسا وفرنسا ارى انا ضعيف انا مسكين لا حول لي ولا قوة عندي شي عندي مليارات هون جامعهم من الشعب الكل خير قلعت لهم قلعت منهم انعاجوا الشياه والاراضي والفلاحة وكذا أصبحت مليارديرا عليهم وانا هم يهدوني بالقتل وبغاو يطيحوا لي الحكم وتعالي يا فرنسا تعالي اعدلي للحماية يجيب لي معاك شي مخازنية يحموني من هذا الشعب صحيح فرنسا تقولوا نعم مش هل تعطينا تعالوا شوفوا لي بغيت الساعة اللي ان شاء الله تجو اللي انت فاهموا معاكم ونعطوكم اللي بغيته احت 식 watch احتي لا بغيتوا هذك الشعب نعطوكم هذا الشعب را هو وصلا لا زايد علينا هنا هذك الشعب لا صالح لأي شي يلا قلت له اركب في الك resolution يركب في الكميون كيف لا يركب في الكميون ما هو كيف دك الشعوب الأخرى يلا قلت له اركب في الكميون و shameful انا في الكميون لهذا الشعب رقاب لي اركب في الكميون ألا قول له أركب في الكاميون ونعطيك الصاندويش لأنه ما عنده باشي تعشاء ألا قول له راني نضام لك الصاندويش أركب في الكاميون وتديه إن ما بغيت له حفلة بحارقة عندك ما عندك مشكلة وجاءت فرنسا جاءت فرنسا دخلتها لك بعد تتميت وتنفخونا تقولوا أن المقاومة وقاوموا وقالوا كذا والعملية الفدائية الفلانية والعملية الفدائية الفلانية ومن هم الشهداء الله أعلم سميرة مرحبس من هنا هو الشهداء نعم عندنا الشهداء احنا ما عندنا الشهداء احنا ما يتحوا مننا الشهداء احنا قبل ما ندخلوا أي معركة فدائية نلبسوا واحد الواقي حديدي يحمي عينينا يحمي وذريني يحمي الراس يحمي القلب يحمي أي مكان ما تدخلنا رصاصة ولا سيف ولا شي نمشون غيره وننجحو ونربحو ونرجعو وبعد المرات نمشون في الكاميون ونرجعو في الكاميون بعد المرات حتى احنا مقاومين نمشون في الكاميون ونرجعو في الكاميون مشيني لا واحدة لأرض بعيدة اسمها الصحراء المغربية وحرحرناها وكركرناها ورجعنا للدار فيه ظرف اسبوع اسبوع عين كركرناها وحرحرناها ورجعنا للدار رجعنا نسرحو نجرعنا نعلفو لبقر ونعلفو كذا نجنونا للصحراء مرحبوا وسهلها ودينا معنا القرآن نادينا معنا القرآن ولكن ما قريناه ادينا معنا وصال ادينا معنا كيف الحرز يحمينا لأن هذو كل الإسبانيين فيهم الجنون وشنو ولا عليكم شي يتحكي أش لي يتحكي في هذا التاريخ انسينا ادينا معنا البندير باسكوا في الصحراء تعرفوا المالل والكلل كان اللي خلحنا معنا موالفين الفلاحة وموالفين الوديان وموالفين الطبيعة ورجعنا هايك الصحراء ما كان لا الشيح والريح لذلك قلبناها حيدوس ووووووووووووووش نعم حيدوس اللي يعرف أحيدوس يعدلنا أحيدوس اللي يعرف أحواش يعدلنا أحواش ونشطنا الحمد لله وحرحرناها وكركرناها ورجعنا هذا هو الطاريخ هذا هو طاريخنا نعم بعد ما كان عندنا الاستعمار الفرنسي ولكن الاستعمار الفرنسي اسمه الحماية الفرنسية عندنا وقولوا لي قولوا لي ألا أنتم ما يكون عندكم الاستعمار كيفكم كيف البلدان الأخرى إياك الجزائر هياكم الززائر الززائر الجزائر هاي اللي تتكلموا عنها فмеت عندها الاستعمار الفرنسي الاستعمار عن شالحماية الفرنسية 132 عام والشهداء 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 والدم والقتل والناس تقاوموا النساء والرجال والتضحيات وشي يطلع عن الجبل وشي كذا وشي يصنع سلاح من لا شيء وكذا ويحارب لأن هذه أرض معتبرها أرض وما متحكم في حد ما يقول له لهذاك بايعني لا ما تبايعين أنتما راكم ما بيعين أصلا أنتما ما يمكن تعيشوا بلا بيع أنتما أصلا حياتكم كاملة وانتما تنباعوا اللي تكلمت معاه أتبايع باعتاه شخولي واش أنت هبيل البيع رحم شاتر الرسول صلى الله عليه وسلم مات رحمة الله عليه والخلفاء الراشدين ماتوا رحمة الله عليه وما اللي كانت عندهم البيع فقط والبيع عندهم وحدكم في العالم عندكم البيع الموريطانيون مبايعون الصحراويون مبايعون الززائريون مبايعون المسيحيون مبايعون الأندلس مبايعون شكونوا مبايعين السلطان كونوا السلطان هذاك اللي متحكم في هذا الشعب الكل اللي اخي متحكم فيه فكريا. فكريا. شو من البيعة ولا تتكلم عن البيعة? البيعة هراها خاصة يجي المالك يجلس مع الشعب ويوقف مع الشعب في جلسة واحدة. هاللي عندك محمد السادس هاللي عندك ايه محمد السادس هالشروط اللي عندك محمد السادس هاللي مفروض عليك محمد السادس. الشعب هاللي مفروض عليك الشعب هاللي خاصك تعدل الشعب هاللي خاصة كذا. وانا ذاك اللي خل بعقود عقد البيع. البيعة يحاسب. اللي انتو ما عندكم بحال تليكو بوند. مو بايع فقط. محمد السادي صراو متسكع بيت في صنغافورة. وانتا تم بيع لو فم مع بيت فرحبة الغنم ولا بيت مع الغنم ولا بيت مع الجديان ولا بيت مع البقار. وتقول لي انا البيعة. اذا راه ما عندكم الاستقلال. الاستقلال ما وخالق. بس ما كان عندكم الاستعمار. ما كان عندكم الاستعمار. ومحمد الخامس لما اعلن الاستقلال. استقلاله الوهمي. ومشان الامم المتحدة باش يحط الخارطة المغربية. واش فيها الصحراء الغربية. لا. وعلى ما فيها الصحراء الغربية. لماذا ما تكون فيها الصحراء. يا قلتوا انتم ارضكم. لا كانت فيها اسبانيا. تكون فيها اسبانيا والله يكون فيها الجن الاحمر. لكن على الاقل يقول لكم محمد الخامس. يقول لكم لا. احنا ارضنا مازالت ما حرت مازال عندنا معركة اخرى مازالت عندنا واحد الثورة اخرى مازال عندنا تحدي اخر باش نحروا واحد الارض رهي موجودة في المكان الفولاني مستعمرت لها من دولة اخرى وخاصنا نتحزموا نكونوا رجال يلا هالرجال نمشوا باش نحروا لا نجا اخطب فيكم نعم اعلنوا الاستقلال المغرب وبدأتوا كذا يعني نؤسس المؤسسات ونؤسس الجيش ونؤسس الحكومة ونؤسس ما نعرفاش ونؤسس الاتصالات ونؤسس الرياضة او ارضكم منين هي اه ارضنا لا ما ارضنا هذه احنا نضحكو على الشعب لكل يخي الوقت اللي بغينا نضحكو عليه نضحكو عليه الوقت اللي بغينا نضحكو عليه ونكذبو عليه نكذبو عليه نعم عنا مشكلة هو لا قيمة له ران بعد شاء الله لنظبرها المسيرة هذا فقط في ذهن الحسن الثاني ام محمد الخامس قاما كان يفكر في المسيرة ولا كذا اذا 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 افهم شوي افهم الجاهل افهم اذا نسمع ماذا يقول هذا حميد شاباط اذا الحركة الوطنية هذا 216 واللي بقى تشبس بالتوابس وبالمبادئ وبقيم هاد الدولة هو حزب الاستقلال ولهذا انفصال تشعود وخمسين ما اتشع لنا كتير ولكن خلق مشاكل مشاكل الكبرى اللي تخلقات هي ان موريطانيا صبحت دولة وهي اراضي مغربية محدة واسمعتم قالكم هذا راهراء هذا زعيم حزب عاش لاستقلال قالكم ان موريطانيا كانت عاش مغربية مغربية او علامة تسترجعوها علامة تسترجعوها ممكن تسترجعوها وانا اللي نعرف حد في العالم يقول لك انا ارضي محتلة يمشي يسترجعها مش يقول اه والله لهذه ارضنا مسكي اعطيناها في سبيل الله ايه سبيل الله وعطينا اعطينا بشار واتندو في سبيل الله للززائر وانا بعد اشاء الله انها احنا في سبيل الله احنا كورا ما احنا الاسلام اوقف عندنا احنا احنا مسلمين مؤمنين ما شرنا ما يلحق حد كورا ما لانا اعطى في سبيل الله الارض اللي بغشي ارضنا طهر في سبيل الله وهي ارضنا ولكنه في سبيل الله وانا بعدنا بقولوا بكوف التصريحات ان المنطقة الفلانية مغربية نعم الصحراء الشرقية نعم مغربية ومشي رشاها ومشي يحمل السلاح وده لك أرضك وشكين شعب هبيل أكثر من هذا بالله عليكم هناك شعب هبيل كيف هذا الشعب بسياسيه هذا راه سياسي هذا راه يخطب راه يخطب في حوالي 600 واحد والله جالسين قدامه وتصريحاته في الصحافة وكذا ويخطب على الشعب ويكذب على الشعب ولا يمر في التليفيسيون موريتانيا مغربية نسمع 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 العبارة بالضبط مغربية محدد لحظة تشعينا كثير ولكن اخلاق مشاكل مشاكل الكبرى اللي تخلقات هي أن موريتانيا صحيحة الدولة وهي أراضي مغربية محدد لكل مؤرخين لما دخلت فرنسا راه موريتانيا مغربية اخدينا استقلال بدون الأقالم الجنوبية وعلاهم موريتانيا مغربية جميل وقبطوا الاستقلال بلا الصحراء الغربية شكون اللي يدفعكم شكون اللي سيف عليكم باش تعلون الاستقلال إلا كانت أرضكم مزالت محتلة أش معجلكم أش بيكم منين ماشين فين لحقين راكم في 2024 ما زلتوا توكلوا القاموز راكم الآن في 2024 توكلوا القاموز الدجاج ما عرف منين الحك ما طيشها غلت بطاطام غلت لأسعار غلت لمحروقات غلت في 2024 اللي كنتوا شوي أجلتوا الاستقلال بعد على القد تحرحلوا وتكركروا وتحرحلوا الصحراء الشرقية وتحرحلوا الصحراء الغربية وتخطعوا المريتان الشرع ليكم إن شاء الله إلى 2000 يعني نعطيكم نعطيكم إلى 1980 والله 1990 تعودوا على الأقل عندكم الاستقلال تعودوا أنتم آخر دولة في العالم تستقل طب بات على الأقل ما يتكون عندكم هذه العقد راكم أن شي نقول لكم رأي واحد الحاديقة حاديقة من الهب كلها قابض تاريخه وحده صاحب الدجاج يقول عكس وهذا يقول كلام وهذا راعي بالحساب الفلان يقول كلام وكلها كلها المهم أكشي خاضع لها أهوى الشخص رغم بعد هذه التصريحات لا ينتفض عليها صاحب التجاشة ولا ينتفض عليها مونيتاني وشوفوا شو لا يوقع بعدين حددتكم شي وقع بدون سيدي إفني بدون تندوف وكل مبصار وقناة سمع ما تنعيشوا مشاكل اليوم بدنا شوية بشوية ردينا سيدي إفني في تسوعة وستين خمسة وسبعين ردينا الأقل من الجنوب سبحان الله هم لا يردوا يعني بسهولة يردوهما العالم من ينبغي يحكي لك لا قصة تسترجع جزء من الوطن أي دولة في العالم تقول لك مثلا الصعوبات اللي وقعتنا المعارك اللي خضرناها الشهداء اللي طاحنها يتحكي لك قصة قصة هل لقل من تسمعها تصدق تقولها فعلا هذه قصة تحرير أرض لا استرجعنا واسترجعنا وعطينا في سبيل الله وقدمنا كاضو في رأس السنة لكذا وكذا احنا احنا في ذلك عادي احنا كورماء كيف قلت لكم قبل ولكن في الحقيقة هم ريسوا كورماء هم فقط مجموعة من قطاع الطرق والهبال المجموعين في هذه الزريبة ما يحصل اليوم من مشاكل داخلية وخصوصا البعث حتى قدية 7 أكتوبر اليوم تشوفوا أن القضية الوطنية باركة في من قضية الوطنية ولي قضية قضية الوطنية والقضية المهي وطنية مساكين الله القضية الوطنية شعب هبير والله أحزاب سياسية هبيرة زعام الأحزاب السياسية الهب المساطين الذين يخطبون في الهب القضية الوطنية وش أنتم ما بقالكم شي قضية وطنية وأنتم ما عندكم تجري توكلوه شوفوا الجاز يجيكم من الجسار الضو يجيكم من الجسار البترول ما هو عندكم الفلاحة مشات رحمة الله عليها الجفاف صلت الله عليكم القاموز عدت تكلوا في 2024 الجا جغلاء كل شي غلاء عندكم الحرب رانك جايتكم من صحاة غربية رانكم تشلوا السلاح من هذا وما زالت تتكلموننا تقولون الطاقية الوطنية نعم إننا يجب أن نحارب من أجل الطاقية الوطنية ما هي الطاقية الوطنية؟ الطاقية الوطنية هي اللي دمرتكم الطاقية الوطنية هي اللي دمرتكم عدم احترامكم لحدود الدول هو اللي دمركم هذا الجشع التوسعي اللي عندكم هو اللي دمركم هو اللي خلق لكم هاي المشاكل هو اللي خلق لكم في هاي الحالة هو اللي خلق لكم مرات عايشين مرات أعطاكم الله فرصة باش تعيشوا بسلام وتخلوا الشعوب الأخرى تعيش بسلام لا أنتم مبغيتون تتعدلوا مشاكل للروسكم وتعدلوا مشاكل كذلك للشعوب المجاورة وبعد هاي التصريحات في 2016 شوقع كان أن ذاك الرئيس محمد عبد العزيز رحمة الله عليه طال الله عمره اللي هو الرئيس الموريتاني الأسبق اللي يعرف جيدا المغرب وقال لهم خاصكم تقدموا اعتذار لموريتانيا وهو لو كان هذا اليوم يعني لو كان لو كان الرئيس محمد عبد العزيز فك الله وأسره لو كان رئيسا لموريتانيا ما كان يتجرأ الطيران المسير للاحتلال المغربي على أرواح الموريتانيين ما كان يقد يستهدف الموريتانيين ومنين يستهدف الموريتانيين ومنين يكتل روح موريتانية واحدة يكتعل علاقات مع نظام الاحتلال ويطرد السفير المغربي ولكن لا إله إلا الله طبعا للمغرب يد في محاكمته في موريتانيا والزجبي في السجن لأنهم خاصهم يزيحوا هم دائما خاصهم ينظفوا نظام المخزن هذه سياسته خاصهم دائما ينظف يعني ينظف المساحة اللي يشتغل فيها في المغرب باش يخدم على راحته باش يخدم على كيف أبغى وكذلك يمشي الدول اللي يعول عليها والله اللي عندها الدور في موضوع الصحراء الغربية بالأساس ويحاول ينظف كذلك ويزرع عملاءه وبالتالي نجحها لأنه يدخل محمد ولد عبد العزيز رحمة الله طال الله عمره إلى الحبس ويحاكمه وحاكمه سوريا باش يتم متحكم في الرئيس الحالي الشيخ ولد غزواني ويتحكم عن طريق طابور الخامس هناك تدوينة مهمة كتبها أحد الإخوة الموريتانية في هذا السياق ومبعدين نرجع لكلام لبقية قصة شكرا أبو الليالي شكرا لا تنسوا من فضلكم للايك ولا تنسوا التكبيس العيا شامساكين رحم سمه ورحم تكلف بيهم برافو عليك شكون من جعفر برافو عليك الله إن شاء الله يطل الصراح للأخت إن شاء الله الأخت من جعفر دعو معاها رأي عندها أختها ستعرض اليوم على إحدى المحاكم الفرنسيين متعلقة باللجوء ولهي اسمه إن شاء الله نتمنى على أنه تحكم المحكمة بعدم ترحيلها نحو الزريبة وهي طالبة اللجوء اللي جاءت مؤخرا لفرنسا ويبدو أنه هناك نية لترحيلها للمغرب كيف يسرم من الصحراويين إن شاء الله نسمع خبر يفرح هنا إن شاء الله التحكم اليوم المحكمة بعدم ترحيلها إلى المغرب هناك نداء للجالية الصحراوية بحضور هذه المحاكمة أو القيام بتظاهرة قدام المحكمة محكمة اللجوء بفرنسا في منطقة كخاي لا أدري الساعة ولكن هناك نداء من الجالية الصحراوية بالتواجد في هذه الوقفة إن شاء الله رحمة الرحيم نسمع خبر مفرح وخبر رئيس الجساد إن شاء الله بعدم ترحيل هذه المواطنة الصحراوية اللي هي المامية من جعفر إلى أراضي إلى المغرب إلى الاحتلال ونعرف بأنه أي ترحيل ترحيل أي صحراوي إلى الاحتلال هو معناه يعني التنكيل به والاعتداء عليه وسجنه فقط لأنه عبر عن مواقفه المساندة لشعبه الصحراوي وهذا جزء من المعاناة هذا جزء من معاناة الإنسان الصحراوي التي لا يعرفها طبعا الشعب الكل يخيص شعب بطاطا وماطيشة التي ينشغل فقط بالأكل والشرب الشعب الصحراوي عنده معركة أخرى غير معركة الأكل معركة الوجود ومعركة احتلال غاصب يحاسب الناس فقط على مواقفهم وعلى أراءهم المساندة لحقهم فاش بالعيش في وطنهم أرض الصحراء الغربية ما بغوا لا الرباط لا الرباط لا مراكش لا بلد آخر من بلدان العالم إنما يريدون أرضهم إن شاء الله سينزعون إن شاء الله هذا الحق وله يخسأ الخاسعون ويندى من المجرمون الذين ارتكبوا الكثير من جرائب في حق الشعب الصحراوي إذن يقول طالب عبدالوجود اللي هو ناشط موريتاني معروف بمساندة القضية الوطنية الصحراوية مساندة للشعب الصحراوي عنده فيديوهات مهمة في هذا السياق يقول أكبر دليل على ضعف أي دولة هو مجاهرة الخونة داخلها بالولاء لدول أخرى وتقديم مصالحها على مصالح ما يفترض بأنه وطنهم عملاء وجواسس المغرب في موريتانيا يتفاخرون بخدمتهم لأجندات المغرب وحماية مصالحها في موريتانيا عائلات تقلدت مناصب سامية في الماضي والحاضر على الرغم من ولائها المعلن للمغرب الذي لا يقيم وزنا لأخوة ولا لحسن الجوار صحرا ميديا التابعة للمخزن المغربي تستعد لفتح قناة تلفزيونية تمت الموافقة عليها مسبقا هذه مجرد أمثلة سريعة على العدام ما يسمى بالدولة الموريتانية دولة عملاء وجواسس يتبع حكامها وساستها وفقاءها للخارج ودماء مواطنيها مستباحة من طرف كل من هب ودب وراء هذه قصة الاحتلال وهذا الفكر التوسعي وهذا الإجرام التوسعي العاب للقارات والذي يرسله النظام الاحتلال المغربي حتى لموريتانيا نرجع لقصة حميد شباط حميد شباط يعني هذا الزعيم الدكال السياسي في المغرب سابقا اليوم تمت إقالته هذا الشخص أشنو عدل طبعا تسبب لنظامه في أزمة دبلوماسية بين المغرب وموريتانيا مما استدعان ذاك الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى طلب زيارة وفد مغربي إلى موريتانيا وخاصة إلى منطقة الزويرات على ما أعتقد إلى ما خفت نكذب فتوجه بن كيران أن ذاك الذي كان رئيسا للمحكومة المغربية هو برويطة المخزن وذهبوا إلى موريتانيا ولما وصلوا إلى موريتانيا نقلوا عبر طائرة مروحية إلى عند خيمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وقدموا اعتذارا له في الخيمة أسمعها العيش ذاك اللي تقولنا موريتانيا مغربية أرسمع باش تفهم شوي ساعة قول موريتانيا مغربية والله قول السينيقال مغربي والله قول اللي بغيت زويلات شكرا شكرا شيخ أحمد ألا قول اللي بغيت انت بعد قول اللي بغيت احنا ما عندنا مشكلة فقط حل شوي حلل مع نفسك هذا زعيم الدكان السياسي قال إن موريتانيا مغربية احتجت موريتانيا صاحب الدجاجة محمد السادس أمر رئيس محكومته بن كيران بأن يتوجه إلى الزويرات للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز سابق باش يقدم له اعتذار على أن موريتانيا لم تكن عاش مغربية فهمت والله ما فهمت نعلها لك باش تدخلك المخيخ بس كنتم يجوهال خسكم خسكم لإعادة الثلاث مرات اللي من التكرار يعلمه عزكم الله هاش الحمار هذا حميد شاباط قال على أن الصحراء على أن موريتانيا مغربية جامع هذا التصريح استفز موريتانيا رئيس محمد ولد عبد العزيز احتجع على المغرب محمد السادس صاحب الدجاجة أرسله بن كيران باش يقدم اعتذار المحمد ولد عبد العزيز في الزويلات ومشى بطائرة إلى موريتانيا ومبعد حملته طائرة مروحية وداته هو برويطة المخزان وقدموا اعتذار للرئيس محمد ولد عبد العزيز وقالوا له احنا تصريحات حميد شاباط ما عنا بها علاقة موريتانيا دولة عندها سيادة سمعت والله ما سمعت يا والحمد لله تمنى على أنك باش ما تبقى تصدعنا هون تقول موريتانيا مغربية باش كله كانت موريتانيا مغربية ما يضطر محمد السادي سيرسل بن كيران باش يعتذر للرئيس محمد ولد عبد العزيز فهمت البغل الى فهمت البغل ما عندكم مشكل ما فهمت نكروا لك هذا الشي اللي انت فهم سمعت باش ما تبقى رأى انتوا موحدكم اللي ما عندكم موقف ما عندكم كلام كلامكم فقط اللي هتتكلم سياسيكم ولا يتكلم وصاحب دجاجتكم ولا كذا رأى اللي خاصكم تفهموا شوي يعرفوا بأن ورأى الانسان خاصه يعرف شي يقول يعرف شي ينطق يعرف ليقعد كلامه منطقي تعود آراءه منطقية حتى إلا بغى يدافع على الشي يعود أصلا يعرف على شي يدافع ما هو اللي يتكلم ما يعود كيف الببغة قره الببغة هو إلى ربيته في الدار وتم يتكلم إحذا يتم يكرر لك الكلام اللي تقول رأى اللي ببغة أما الإنسان ولدك ولدك يعود معك في الدار وتم تكرر عليه نفس الكلام ما يكرر لك نفس الكلام الببغة نعم ببغة لما يصبح كلام يتم يكرر وأنتو ما راكم اللي ببغة البارح بالمناسبة كنت في لايف ممتع جدا إلى حدود الساعة الثانية والنصف صباحا مع بعض الإخوة في الجزائر وطلعوا ياسر المساكل من العياشة الجاهلين وتموا فمس الأراضي العازلة والأراضي المحرحلة والكركرة والأمم المتحدة والناس خبراء ما شاء الله وهما سبحان الله الجاهل حذخوه كان لايف مميز يمكن حوالي ساعة ولا كم وحنا فالنقاش المثمر في النهاية مشاو العياشة بيخوف فيحونين مشاو العياشة مشاو يكتبوا الرابورات بس وكان واحد من المخابرات المغربية فباش يدي رابور للمخابرات يكون لبراء ناقشنا وناقشنا فأنتم أراكم مهزومين مهزومين في الحوارات مهزومين لأن هذه الحقيقة إذن ليقع لأنه حتى يوم عين اسمه هو الرئيس محمد ودعب العزيز في إهانة إهانة بن كيران لأنه حاقر بن كيران وحاقر ماليك بن كيران وحاقر الشعب بن كيران وحاقر الشعب المغربي وعارف على النور حتى هو شيء من المساطين لأنه كل مرة يقولوا على النوري تانية مغربية حدثتني أن ذاك بعض المصادر لأنه مشامل عندنا نحن فريق من التلفزيون المغربي أنا ذاك مع بن كيران ومع برويطة برويطة على أن الرئيس محمد عبد العزيز أعطل بن كيران أطاه في حلبس أطاه كيلوين منتاي أطاه قالوا ورعي لك كيلوين منتاي باش أتي وجاب بن كيران جاي رافض معاه ميكا حلبس فيها كيلوين منتاي كيلوين منتاي جاي بهم إلى طيارة ركب بهم في الهليكوبتر وبعدها مشى بهم إلى الطائرة اللي أعطاها القصر أنا ذاك وضعها هنا إشارة بن كيران ونشى بها بن كيران جاي معاه كيلوين منتاي من موريتانيا هذه رقصة حقيقية قالوا باش نهينك بعد باش تعرف على رقصة بأنك نسمعوا ماذا قال بن كيران أنا ذاك بهذا الخصوص طبعا نسيب شكرا قمتوا الواجب ديال الإكرار لقدر المستطاع وكلمة لإخوان ديالستخلاص بحول يرى ما يمكنكم شكوروا معي بحول هاتش بيقار أكثر أكثر مما أتحمل طبعا أنا متأسيف ولكن هاتش لأقو وأنا في الحقيقة كنت سأل واش كان من المعقول هذك شابط مقبل باش مدخلوا معي لحول حيز باستقرالي هذك شابط لأ هذك شابط هذك سقعد سمعت العيس ولا ما ولا ما تسمع لا أعطيها زبيلني لا أعطيها كلين من زبيلني جابهم معه فرحان على الأساس نره جاب معه نعم قصة حقيقية هذه قصة حقيقية أظراك موريطانيا مغربية أو لا ما هي مغربية العيش والصحراء مغرابية حتى والمحارة الأطلاسية مغرابية حتى والمريخ حتى هو والقامار من كان فيه محمد الخامس حتى هو مغرابي والناصة حتى هي مغرابية والزازائر حتى هي مغرابية يا سلام ونهر السيني قال مزال عندكم فيه شي بلاريك فم هذاك نهر السيني قلتوا أنك كنتوا في نهر السيني قال مزال عندكم شي بركة فم ولا طيحو لكم لبلارك بنوا الديار شوفوا مع صاحب الدجاجة يبنوا لكم الديار فم على نهر السيني قال أهل الأقل حدنا هار الصيني قالتا مو تستمتع معنا هار الصيني قالتا مو تصيدوا فهم الحوت وتصيدوا الحجر وتصيدوا أراكم تما هبالا راح دي شعب هبيل شعب هبيل شعب هبيل أرا العالم كامل يضحك فيكم فقط بس كنتم بلد ما عنده لا حدود لا تاريخ لا جرافية لا مسؤولين لشي الملك هبيل راهه مقابل صنقافو راهه مقابل زعيطر رئيس المحكومة هذا بن كيلان حتى هو كان هبيل هالرجيلين يفتالي خرج بواحد سبعة علاف وره في الشهر روية قاضاها انت موت من الجوع في المغرب رئيس المحكومة الحالي أخناتو شو العظيم له وجود له ما كالحد يسمع به منين هو عندكم شي رئيس محكومة إذن شنه الدروس اللي ممكن تقدمونتما للعالم واللي ممكن أي حد يسمعكم يصدقهم بس كهذا الشيء كامل يتحكوا ما عنده قيم حتى الأساتذة الجامعين هبا تقرأ أستاذ جامعي يقول لك لماذا تم تقسيم لماذا قبل المغرب تقسيم المغرب مع موريتاني يبقى يشرح لك ولأن موريتانيا وموريتانيا كانت مغربية والموريتاني كان مغربيا وكانت تسمى بلاد الشنغيط وماتلت تسمى بلاد الشنغيط وكذا والشعب يقرأ هذا الشيء ويدوخ حتى وجه يكون دايخ ما عرف قاميني ولي بالمناسبة نسمعكم فيديو باش تتأكدوا من هذه العقلية اللي يدار بها ويتدار بها الزريبة واللي حينما يعني تغيب عليها الحجة منين تغيب الحجة؟ منين تغيب حجة الإنسان يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى هذا الأسلوب كيفما ترحنا عليكم كيفما تكلمنا لكم على قضية الصحراء الغربية احنا نتكلم لكم كذلك على كيفما تكلم لكم اليوم على موريتاني تكلمنا لكم كذلك على الصحراء الغربية سولناكم بشكل بسيط جدا سؤال بسيط وجهنا للباحثين والدكاترة والمؤرخين والوزراء والمسؤولين في المغرب وأي حد في المغرب طالبين منه لأنه جاوبنا على السؤال مرحبا سألها مريحا بماذا هي الصحراء مغربية قبل 75 سؤال بسيط بماذا هي الصحراء الغربية مغربية أخمس كلمات ولست كلمات أعطينا الجواب ما عندك الجواب أمنين ما عندك الجواب أنت تهتز إلا كنت إنسان صادق مع نفسك تقول والله فعلا ما عنده الجواب وراء هذا السؤال ما عنده جواب وأنا أقدر على أن هناك صحاف يطرح هذا السؤال وإحنا ما عندنا له جواب ما عندنا حد في المغرب كامل يجاوب على هذا السؤال ولكن منين ما تعود إنسان صادق مع نفسك وتأخذك العزة بالإثم كيف ما وقع المحمد السادس ونظامه ومؤسساته شيء يقع لك؟ تجاوب هذه الطريقة سمعوا هذه الطريقة هذا اليوم جزء من مقطع اليوم كان اليوم كان اليوم في التكتب شوفوا هذه الأشكال التي تدافع عن محمد السادس وعن نظام محمد السادس لأن هذه الأشكال هي من صناعته هذه أشكال هو صناعها أصلا هذا تلقاه حارق هذا رح حارق في أوروبا رح في سبانيا أو اللامنين هذا حارق تجبروه يخبط الجوانات تجبروه سنيه طايحين مع كامل احترامتي سنيه طايحات وجهورك معارفين عليه غبرة الأسلوب خلاص كيف يقولون عندكم في المثال المغربي يقول لك لازين لا مجي بكري لازين لا مجي بكري ممكن الإنسان يكون صاحب حجة ويقولوا عند شكله قبيح ولكن حجته تزينه وممكن العكس هذا لا حجة لا زين لا مجي بكري وسمعوا الأسلوب اللي تكلموا به لا نساء ولا رجال سمعوا أنا أنا ريفي وانطلح جميه وانطلح جميه حبو الريفا انطلح عندو غن قاعد دمو قل لي أنا ززائري ومعارق وجهو جزائري نعم أنا غنضر بعيد وقول لي أخوي السلام عليكم هاي صالح شوء بالنديل خير قوضي راح قوضي راح عم قول لي جزائري وغن قاعد دمو ليكس عاشي اللي مغربية حرة ومغربية حرة كي مراد في قلبه وانا كون سيدي المجهد نقطة نعطي الموتهي اوكي كل حدا يغن ضربه سيبالي محمد سيدنس كدامه وانا قدس عندي باتاريا عندي دوت بورسيانتو خوتي يلا سير اخو يا بلد ما اسمعت بورسيانتو كان ايطاريا ولا شو شفته اهم ساك هذا هو الاسلوب هذه الصناع محمد السيدس عدل واحد المصنع باش ينتج لكم هذه النماتج ينتج لكم الملايين من بوزبال كيف يقول الاخ الخفاوني اسلوبهم ساكين هو هذا ضع ضعيفي الحجة ما عنده وشوفهم هم هم قارين تاريخ ما عندهم ثقافة ما عندهم علم ما يعرفوا شي بكذل وبدخلهم روزهم مشاكل وشوفهم هم خلي مشاكله الحقيقية ومخلي وضع اهله في المغرب ومخلي السباطات في المغرب ومخلي كل الوضاع في المغرب ومقابل محمد راضي الليلي قال لك يلقاه يفعله يتراكله يعني مثلا فرضا هو بالنسبة له الى مات محمد راضي الليلي الصحراء الغربية ليتتحول الى مغربية فرضا مات 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 قلامات محمد راضي الليلي خلاص الصحراء الغربية ليتتحول الى مغربية ولا يطول ملف من الامم المتحدة يقولهم خلاص لقد توفي الى رحمة الله فلان من فلان وبالتالي فان الصحراء اصبحت مغربية صحراء ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والفيسبوك وكذا لأنهم يضحكون هذه ناس يضحكون السرك يعني السرك الكوميديا في كل مكان اللي في سبانيا يعني 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 السرك لأستاذ جامعي كيف مانار الخريطي يعدلنا السرك نعوم يعدلنا السرك هرباز هذا بوحنوك اللي في ألمانيا يعدلنا الهرس السرك ذيكملات الطويقية في فرنسا تعدلنا السرك ذاك عويل الهولندا اللي في هولندا يعدلنا السرك اذا الحمد لله السرك باشكال وانواع مختلفة كلها تؤدي اش تؤدي الى نتيجة واحدة لاننا الحمد لله يعني اه عندنا ارتفاع اه هورمون السعادة لانه يضحكون انا لانه منهار كامل هم يضحكونا سالة مغريبية سالة مغريبية يعيشين محمد السادس لا يخلي السادس لا يخلينا محمد السادس لا ينصر لنا نصر لنا محمد السادس الله يخلينا محمد السادس لا ينصر لنا سيدنا صار وحنا نحن نحن نضحك ونضحك ونضحك ونحكو لان موريتانيا موريتانيا والصحراء غربية غربية ما هي التي تتحول المغربية والمغرب ماشي للهاوية ماشي للحفرة وصاحب الدجاجة روصانغافورة والعيشة روهم تحت البرانيك وتحت البلاستيك ورهم يعيشوا الأزمة وبصحته بصحته عليكم أنتم باشتموا عايشين على هذا الواقع تحياتي لكم شكرا جزيلا لكم وإلى لقاء شاء الله في مباشر العخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا